لا يلتسق اللحام مع رأس الكاوية النتيجة فاشلة والآن فاللحام يلتسق مع رأس الكاوية بشكل رائع جدا والنتيجة ناجحة كيف تجعل هذا اللحام أو القصدير أو يلتسق مع رأس الكاوية الذي هو هنا إذا كنت مهتما بهذه الطريقة أنصحك بمتابعة الفيديو الأخير وقم بعمل لايك لدي هنا كوية عادية جدا وسوف نحاول جعل اللحام يلتسق ويتشبت مع الرأس الخاص بها هنا والمشكلة لواجهك عندما تريد أن تجعل هذا اللحام أو القصدير يلتسق مع رأس الكاوية فهو لا يلتسق يدوب ويسقط لكنه لا يلتسق في الرأس ونحن نريد أن نجعل اللحام أو القصدير أو يلدون هذا يلتسق مع الرأس لكي نلحم به بشكل جيد ومريح إذن أول شيء نقوم بفعله أننا نقوم بإحضار قابس كهربائي أو لارونج ونقوم بتوصيل معه مباشرة هذه الكاوية أطيها على الأقل عشر دقائق حتى تسخن جيدا وبعدها نرجع إليكم والآن بعدما سخنت بشكل جيد سوف نقوم بإحضار هذا اللدون أو القصدير أو اللحم ونجرب جعله يلتسق مع رأس الخاص بالكاوية كما تلاحظون رغم أن الكاوية سخلت لاحظوا جيدا نزغي يعني الآن سقط مرة أخرى نقوم بتقريب السلك نلاحظوا معي كما ترون يعطينا شكل كراوي فقط ثم يسقط في الأسفل كما رأيتم فهذا الرأس فهو غير صالح للتلحيم لأنه يأتي في الأصل مع كاوية التلحيم ويكون رديء جدا لأنه مصنوع من الحديد والآن شهدوا معي المفاجأة لنجعل هذا اللحام يلتسق مع هذا الرأس نحتاج إلى تغيير هذا الرأس لماذا؟ لأن هذا الرأس مصنوع من الحديد وهو رديء جدا في التساق اللحام وبالتالي أصدقائي الرأس الذي سوف نقوم بتبديله مع هذا الرأس في نظرك ما هو بساطة نقوم بإحضار قابس قابس أو بريز أو فيش كهربائي فهو معروف جدا ويباع في جميع المحلات التي تبعي الأجهزة الإلكترونية وكذلك تمنه رخيص جدا لماذا هذا النوع؟ لأن هذا النوع لديه هذه الرأس فهي النحاسية والنحاس أصدقائي هو الذي يتشبت ويلتسق مع القصدير أو اللحام أو يلدون بشكل خرافي جدا تلاحظون؟ لقد فتحي كالتالي نحضر مفاك براغي ونقوم بإدخاله في هذه الفتح أو التقب ثم نقوم بإخراجه بهذا الشكل ثم نقوم بسحبه من هنا نتخلص من هذه ثم إن كانت لديه أسلاك نقوم بإزالتها وفتحها نقوم بإحضار ملقات بشكل عشوائي نقوم بتفكيك هذه القطعة البلاستيكية وسوف نحصل على هذه الرؤوس نقوم بإزالة هذه ثم هذه القطعة البلاستيكية وكما تلاحظون أصدقائي هذه هي الرؤوس التي سوف نقوم باستعمالها مع الكوايا للتلحيم بواسطة الدون أو القصدير أو اللحام لاحظون فهما نفس الشكل ونفس الحجم وكل شيء نختاره واحد نختاره مثلا هذا إذن كما ترون هنا أصدقائي لدي هذا البرق أو المسمار هنا سوف أقوم بإزالته إذن أقوم بفتحه لأنه سهل في الفتح أقوم برمي هذا المسمار لن أحتاج إليه وأحتاج فقط إلى رأس القابس أو الفيش أو البرز هذه الكوايا أصدقائي كما تلاحظون أقوم بفتحها وإزالة هذا المسمار القديم ورميه إذن نقوم بفتح هذه المسامر من هنا إذن ليس بشكل كبير ثم أودير رجال أخرى كذلك أقوم بفتحه قليلا الآن أقوم بقلب الكوايا بهذا الشكل وحركه ثم أحتاج إلى ملقات وأقوم بسحب هذا المسمار القديم هنا لدينا المسمار القديم فهو من الحديد العادي جدا والصدق وهنا لدينا هذا المسمار النحاسي الذي قمنا باستخراجه من القابس أو البرز إذن أقوم برمي هذا ونقوم بتركيب هذا مع الكوايا يعني نقوم بإدخاله بهذا الشكل إلى هذا الحد نمسكه من هنا ثم نقوم بمحاولة إدخاله بهذا الشكل بلطف هذا الشكل نقوم بإدخاله حتى حتى هذه المنطقة هنا الآن نقوم بإحكام هذه المسامر جيدا بواسطة مفك البراغي نقوم بتدوير الكوايا من الجهة الأخرى وبطبيعة الحال نقوم بإدخال هذا المسمار كذلك كما تلاحظون أصدقائي رأس الكوايا أصبح جاهز الآن سوف نقوم بتجربته أمامكم إذن نحضر القابس أو الكهرباء نقوم بإدخال البرز مباشرة أمامكم هنا ثم نترك الكوايا حتى تسخن ونكتشف النتيجة والآن بعدما سخنت الكوايا بشكل جيد تقريبا مرت عشر دقائق الآن نقوم بتجربة هذا الرأس إذن نقوم بتجربة بنفس الطريقة كما تلاحظون هدف والدون أو القزدير ونحاول جعله يلتسق مع رأس الكوايا من الآلة إذن شاهدوا جيدا كما تلاحظون أو من المرة الأولى قد التسق اللحام مع الرأس بشكل خرافي جدا بدون أن تسقط ولا قطرة واحدة لاحظوا جيدا كما ترون فهو يلتسق بدون أن يسقط لاحظوا مرة أخرى سوف أدع قطرة واحدة كما تلاحظون التسقت بدون أن تسقط سوف أقترب من الكوايا كذلك التسق سوف أدع في الرأس كذلك التسق بشكل جيد لاحظوا فلا يسقط من هذا القزدير أو يلدون أي شيء أي نقطة وضعتها فيتلتسق بشكل جيد سوف أحاول تحرك رأس الكوايا هل سوف يسقط اللحم أم لا لاحظوا حتى أنني قم بتحركه بشكل قوي مع ذلك فاللحم يلتسق بشكل خرافي الآن نقوم بتجربة تلحيم بعد الأسلاك بوسط هذا الرأس إذن كما تلاحظون أحضرت لكم بعض القطعة الإلكترونية لكي نجرب عليها التلحيم ونرى كفاءة هذا الرأس الجديد إذن لدينا إثنين من الأسلاك بنفس النوع وسلك آخر قوي كذلك نوع آخر ولدينا هذه المصباح كذلك لدينا قطعة الشحن هذه نحضر الكوايا مع الرأس الجديد بطبيعة الحال سوف نجرب التلحيم مع هدين الأسلاك إذن أول شيء نفعله نحاول تلحيم هدين السلكين إذن نقوم بتسخين السلك قليلا بعدها نقوم بوضع له اللحام بهذا الشكل كما تلاحظون فقط بسهول أصدقائي يلتسق اللحام بدون أي تعب لاحظوا فقد التحم السلك بشكل جيد إذن كما تلاحظون فقد التحم هذا السلك مع اللحام بشكل خرافي جدا بسهولة وببساطة نجرب السلك الثاني بنفس طريقة أولا نقوم بتسخين السلك ثم نضع فوقه اللحام لاحظوا كيف يدوب اللحام مع السلك ومع رأس الكاوية كما ترون فالسلك امتلأ بالكامل باللحام والآن سوف نقوم بإكتار اللحام في مصباح الليد هذا ونرى هل فعلا سوف يلتسق بشكل سليس أم لا إذن نضع اللحام هنا نحاول إكتاره لاحظوا فهو يلتسق بشكل عادي جدا بدون أي مشاكل نجرب على القطعة الثانية كذلك فهو يلتسق بشكل جيد الآن سوف نحاول جال هذين السلكين يلتسقان مع مصباح الليد نبدأ بالسلك الأحمر لاحظوا أصدقائي رغم أن السلك كبير جدا ويحتاج إلى سخونة كبيرة مع ذلك فالرأس الجديد قام بتلحيمه بشكل جيد نمر إلى السلك الثاني بنفس طريقة لاحظوا جيدا كذلك بنفس الطريقة التسق بشكل جيد بدون أي مشاكل والآن كما تلاحظون قمنا بتلحيم مصباح الليد مع الأسلاك بشكل جيد سوف أحاول نزع الأسلاك عن المصباح ونراها الفعلا فهي متبتة أم لا لاحظوا فأنا أقوم بسحب القوة مع ذلك فهو ملتسق بشكل جيد والآن نمر إلى قطعة الشحن هذه سوف نحاول نزعها نقوم بإخراجها باستعمال الرأس الكوية الجديد نقوم بتسخين الرأس الأول من هنا جيدا كما تلاحظون فالرأس بدأ يدو يعني أن الرأس هو احترافي جدا لاحظوا فاللحام أولدون فقد أصبح طاني جدا وسهل الإنجزاء نقوم بتسخين الرأس الثاني لاحظوا معي فيعني الشاحن فهو ينسع بشكل سهل جدا بدون أي مشاكل لاحظوا كما لو أن الكوية فهي احترافية جدا لاحظوا يعني مكان السلك هذا وهذا هما لدينا كان ملحومين قمنا بإزالتهم بسهولة نحاول إرجاع هذا الشاحن إلى مكانه ونرى هل فئلا سوف يرجع أم لا إذن أقوم بإدخاله في مكانه هنا إذن نقوم بتسخين لاحظوا فالسيك الأول دخل الآن نمر إلى السيك تاني كذلك حتى هو دخل بشكل جيد كما رأيتم قمنا بإرجاع هذا الرأس إلى مكانه فقط من هذا الرأس الجديد الكوية نقوم بتلحيم جوانبه لكي يلسى السيكة بشكل جيد إذن نلاحظوا كما سرون كذلك هنا ولاحظوا معي أصدقائي النتيجة لاحظوا معي النتيجة كما لو أن الرأس يعني مصنوع من الشركة كل هذا أصدقائي بفضل هذا الرأس الاحترافي الخاص بالقابس أو البرز أو الفيش قبل أن ننتهي من الفيديو يجب أن تعرف أن الرأس هذا لم أقوم بتنظيفه على الإطلاق قمت بتلحيم به جميع هذه القطعة سواء الأسلاك والمصباح الليد وكذلك هذا الرأس الخاص بالشهد كلها قمت بلحمها مع ذلك لم أقوم بتنظيف الرأس وهذه الميزة لن تجدها في باقي الرؤوس الكوية حتى لو اشتريته جديد لذلك أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم رجاء قموا بدعمنا بعمل إعجاب اشتركوا في القناة تفعلوا الجرس لتتوصلوا دائما بأحداث الاختراعات والابتكارات إلى اللقاء نلتقي في الفيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر